بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم أخواني وخواتي هذه الحلقة بناء على طلب بعض الأخوة حاول وضع خلطات تخص الجهاز التنفسي من ضيق نفس وحساسية وغيرها من الأمور لأن في هذا الفصل فصل الربيع تقلب الجو كثير من الناس يتحسس عندما تخرج الزهور زهور الأشجار والنباتات يبدأ الصدر يضيق يسمى ربو أو حساسية وعطاس أحيانا ودمع بالعيون وحكا وإلى آخره فأنا حاولت أجمل بعض الخلطات عسى أن أكون قد وفقت فيها ليستفيد الناس منها الخلطة الأولى يا أخوان تخص كل شيء يتعلق بالجهاز التنفسي ضيق نفس سعال سعال جاف سعال رطب ربو ممتازة جدا وبسيطة المكونات لبانة ذكر ومرت مكة أو مربطارخ يسمى أو المر يسمى في كل بلد له تسمية وثلاث ملاعق عسل طبعا ملاعق كبيرة ملاعق طعام وإن لم يتوفر العسل فثلاث ملاعق من عسل القصب أو دبس القصب وإن لم يتوفر دبس القصب فثلاث ملاعق من سكر النبات إذن ملاعق الطعام لبان ذكر نصف ملاعق الطعام مر ثلاث ملاعق عسل أو سكر نبات أو عسل القصب مجموعهم على لتر ماء الماء يجب أن يكون فوق الفاتر بشوي يرج توضع هذه المواد ويرج ويغطى ويترك مدة 12 ساعة 12 ساعة ثم يرج من جديد ويصفى ضروري التصفية يكب ما تبقى اللي ما يذوب يكب يصفى أن الماء هذا الماء نضعه في الثلاجة ويشرب بارد من سن 15 سنة وما فوق يشرب أصغر كأس ثلاث مرات باليوم كأس قبل الفطور وكأس قبل الغداء وكأس قبل العشاء بعشر دقات ربع ساعة بين ثمان سنوات إلى خمس طاعة سنة نصف الجرعة ثلاث مرات باليوم ما دون ذلك بالملعقة ملعقة الطعام أو ملعقة قوسط حسب العمر هذه الخلطة الأولى وذكرت أنها مفيدة لجميع مشاكل التنفس من ضيق نفس وسعال وربو وغيرها ولا ضرر منها إن شاء الله تعالى ونبه فقط على موضوع المر مر البطارخ أو مرة مكة يجب أن يكون لونه صافي اللون الأسود لا تضعه كبوه يجب أن يكون أحمر أو بني فاتح المهم أنه اللون الأسود لا تقترب حواليه لأنه فيه مادة الرصاص هاي الخلطة الأولى الخلطة الثانية طبعا يعني ما نجمع هنا الخلطة الأولى والخلطة الثانية لا يعني يا هاي يا هاي يا الخلطة هاي يا اللي بدي أذكرها الخلطة الثانية ملعقة طعام حلبة ملعقة طعام شمر ملعقة طعام حبة بركة ملعقة طعام ينسون أربع ملعق طعام وخمس حبات تين تين مجفف هذه الكمية نضعها على خمس كوب ماء كبير نقوم بغليها طبعا التين انقطعوا نقوم بغلي هذه المجموعة مع الماء وبعد الفوران نطفي النار ونغطيها من الليل حتى الصباح ثم نقوم بتصفيتها ونضعها في الثلاجة أفوا نست موضوع الزبيب يضاف أيضا ثلاث ملاعق طعام من الزبيب مع هذه المجموعة وبعد أن نصفي الماء نضعه أيضا في الثلاجة هنا ما في مشكل من ثمان سنوات إلى لا نهاية من العمر يشرب كأس صغيرة قبل كل وجبة وإن أراد الشباب أو الأكبر يشرب نصف كوب أو أكثر ما في مشكلة ما في ضرر إن شاء الله تعالى كل ما خلص إعيدة هيا أيضا من شأن ضيق النفس وإزالة البلغم والسؤال للأجاب والحساسية والحكة أيضا مفيدة جدا بإذن الله تعالى ولها فائدة عظيمة في مسألة الكولون والمعدة والإمساك إذا كان فيه إمساك يروح بإذن الله تعالى يروح بشكل نهائي بعد استخدامها لفترة وأيضا مسألة النفقة والغازات والكذا كلها تروح بإذن الله تعالى وهذا الشيء مجرب وأيضا المجارع البولية إذا كان فيه حرقة أو تقطيع بول أو إزعاجات التهابات كذا أيضا تروح بإذن الله تعالى استخدام هذه الخلطة والخلطة اللي قبلها يعني لمدة مثلا عشرين يوم متواصل بعدها مرة باليوم استخدام حسب الحاجة هو ما في ضرر لكن هكذا إذا كان استخدام عشرين يوم متواصل مثلا ثلاث كاسات باليوم بعدها ممكن كاستين باليوم بعدها ممكن كاسة باليوم تغني بإذن الله تعالى لمدة لا خلاص يعني فصل الربيع أو كذا شهرين ثلاثة ما في مشكل لا للأطفال ولا للكبار بإذن الله تعالى نأتي إلى الخلطة الثالثة الخلطة الثالثة لمن لا يريد هذه الأمور يعني يريد مسألة مثل الشاي مثلا شرب نقول يجيب كميات متساوية من كل نوع مثلا فنجان يعبي فنجان مثلا يعني كميات متساوية بالحجم من كل نوع مثلا فنجان أو كمشة يد زعتر بري زوفة كليلة جبل مليسة أوراق التيلو أو الزيزفون بسمى أو زهر الزيزفون أوراق الجوافة الشمر اليانسون المردكوش حبة البركة هذه الأمور تخلط مع بعضها بشكل جيد دون طحن يعني خلط باليد وتصنع مثل الشاي يعني مثلا بدي أنا أعمل كوب أقوم بغلي الماء وأطفي النار وأضيف نصف ملعقة الطعام من هذا المجموع على كمية على كمية الماء وأترك عشر دقائق وأشربها محلة بماشيت بالعسل أو سكر النبات لا أنصح بالسكر الأبيض بصراحة يعني يشرب الإنسان منها ما شاء ويفضل قبل الأكل يعني كوب قبل الفطور كوب قبل الغداء كوب قبل العشاء أو قبل النوم بساعة مفيدة جدا لكل الناس بالنسبة للأعمار يعني ما دون خمستعاش كما حكينا نصف الجرعة دائما أقل أيضا نصف الجرعة وهكذا نأتي إلى الخلطة الرابعة والأخيرة الخلطة الرابعة والأخيرة يا أخوان يعني لنفرض إنسان ما بده شرب ولا بده الخلطات الأولى يعني بده خلطة سفع السريع وماشي أيضا عملنا هذه الخلطة قرض أيضا كميات متساوية بالحجم ثمر القرض هذا معروف عند العطارين الصمغ العربي نوع هشاب لبان الذكر مربة طارخة ومرة مكة شمر ينسون حبة بركة بذر الجزر بذر الجزر مهم جدا في هذا المجال حلبة زنجبيل وأخيرا عشرق أي سنة مكة بس الأوراق الكبيرة تسمى في بعض البلدان عشرق تسمى في مصر سنة مكة الكميات كلها متساوية بالحجم تطحن هذه المواد ويسف أصغر ملعقة طبعا للكبار أقصد أصغر ملعقة قبل كل وجبة ثلاث مرات باليوم للصغار ما في داعش شرب يكفي يعني أقصد فقط هذه للكبار إذا شعر الإنسان أنه هناك إمساك لأنه فيها مواد قابضة مواد عفصية قابضة إذا شعر الإنسان أنه فيها إمساك لا يتوقف إذا استمر ما في إمساك ممتازة جدا حتى لجهاز الهضم وللصدر وأسأل الله أن يشفي كل مريض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر